اهلا بحضراتكم من جديد في احدى البرامج كده بيسأل دايما سؤال واحد يعني في احدى البرامج بيسأل سؤال مقرر وممل جدا اكيد انتوا عرفتوا ايه السؤال يعني هو سؤال مقرر وممل كلما بقى مش لقي حاجة في الماكس هتسألها لقتي فارح سأسأل ايه هو الشيناوي في حتة تانية هو ده السؤال المقرر وممل بتشوفه في التلفزيون وبتشوفه من خلال الازاعة مثلا اه طبعا الشيناوي في حتة تانية اه طبعا الشيناوي فارق عن اقرب منافسية في مصر بشكل كبير جدا وبفرق كبير جدا هل احنا بنبالغ هل مثلا الناس اللي رأيوهم زينا كده بيبالغوا لا مش بيبالغوا طب تعالوا نتخيل كده مع بعض ان البرنامج ده جاب الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء على الهاتف على التليفون في المداخل اللي هو خلينا نروح سريعا او خلينا نروح لمداخلة مهمة مع الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء سرح سأل او يا التحاد الدولي الاتبال تاريخ والاحصاء هل شيناوي في حتة تانية هيبع نفس السؤال سيقول له اه طبعا الشيناوي في حتة تانية الم下次 انه في حتة تانية لان الشيناوي مصنف من ضمن افضل عشرين حارس في العالم وده اللي اعلن عنه والاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء امبارح وحاجة لازم نفخر بيها وحاجة لازم نفرح بيها حتى لو هيطلع هو مثلا إيه الحارس رقم 20 على العالم مثلا يعني هو ممكن يكون أصلا في ترتيب آخر غير كده تخيل مثلا تلعى الخمستاشر تلعى العاشر ياسيدي تلعى العشرين فدي حاجة جمدة جدا حاجة ممتازة من حارس كبير بمقاومات كبيرة بشخصية رائعة على المستوى القيادي في الملعب بمميزات عديدة وعديدة وعديدة وإنجازات طبعا نهيك على الإنجازات الكتيرة سواء مع المنتخب أو مع ندي النادي الأهلي فمعنى الكلام ده إيه معناه إن فعلا الشيناوي في حتة تانية تعال نشوف كده أبرز الحراس لياريت تجبولي الصورة تانية أبرز الحراس اللي مع الشيناوي أو اللي الشيناوي طبعا معهم في العالم يعني دول 15 اسم تعال بص الأسماء كده دولنا روما حارس باريس سان جرمان ومنتخب إطاليا لقد معهم اليورو اللي فات كورتوا حارس كبير كبير جدا جدا حارس ريال مدريد محمد الشيناوي حارس النادي الأهلي وحارس منتخبنا الوطني بيكفورت حارس إفرتون ومنتخب إنجلترا ديخية حارس منشستر نايتد ومنتخب أسبانيا نوير طبعا العظيم الكبير جدا جدا حارس باير وحارس منتخب ألمانيا إدرسون طبعا ديخية منتخب أسبانيا إدرسون حارس منتخب البرزيل وحارس منشستر سيتي بص الأسماء بص الأسماء الشيناوي مع الناس دي أو الشنوية في حتة تانية. هي دي الحتة التانية بقى. هي دي الحتة التانية للناس دايماً بتحاول تسأل فيها وتحاول تقولك إيه؟ لا أصلاً أنا بسأل السؤال ده عشان ألاقي إجابات تقولي لا أصلاً الشنوية في حتة تانية. لا 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 في ناس قريبة من مستوى. لا طبعاً كان لا مش حقيق. فيش حد قريب من مستوى الشنوية هنا في مصر. في ناس مستوها مميز تقدر توصل لمستوى الشنوية بدون مبلغة والله. وهقول لقوا عليهم دلوقتي. تعالي نكمل أسماء. مندي أحد أهم العناصر في تشكيلة تشيلسي. حارس تشيلسي. ومنتخب السنغال. مارتينيز. اللي ساهم في بطولة مهمة جداً للأرجنتين. حارس مميز جداً. أوبلك. حارس طبعاً أتلتكو مدريد. جالوتشي. حارس ريتبول. سارسبورغ الألماني. كيلور نافاز. فريسان جرمان. أليسون. حارس ليفربول. أونانا. حارس آيكس أمستردام. وكاسبر شمايكل. حارس فريق ليستر سيتي الإنجليزي. فأنت لما تلاقي الشنو في المكان ده. يبقى لازم أنت كده من نفسك تبقى عارف الشنو في حتة تانية. وما تحاولش أن أنت تقلل من كومية الشنو. أنا بقرها كده بصراحة. أنا بشوف أن السؤال ده ما بيتكرر. يبقى فيه تشكيك في الموضوع. لا الموضوع مش محتاج تشكيك. ومع ذلك ومع ذلك. الشنو موجود في مكان تاني. لكن في بعض الحراس المميزين في الدورة المصر. لازم الكلام يبقى منطقي برضو. لازم الكلام يبقى بموضوعية. في مثلا أبو جبل. أنا بديك مثال إيه من نادي الزم أبو جبل حارس مميز. عنده مقاومات ممتازة. لحارس أنه يكون كبير. وهو فعلا من أكبر الحراس في مصر دلوقتي. يجي في المرتبة الثانية على طول بعد الشنو. بوضوح. فيه بسام. حارس طلاع الجيش. حارس جيد. فيه أكتر من اسم مميز جدا في الحقيقة في الدورة المصرية. فيه محمد صبحي. حارس الزمالك المعارض لفارق. برضو من الحراس المميزين جدا. وحارس شاب وليه مستقبل كبير. ففيه حراس في طريق الوصول للمكانة اللي وصلها محمد الشيناوي. أنا أتمنى على المستوى الشخصي. أنا أتمنى أنه لما يبقى فيه حد بيحلل أو حد بيسأل السؤال يسأله بمنتهى الموضوعية. وما يبقاش فيه تكرار ممل للسؤال ده. أنا بسمعه طريبا في اليوم عشر مرات. أو عشان بقى منطقي مرتين في اليوم. فالرد جه من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. ورد واضح جدا بأن الشيناوي فعلا موجود في حتة تانية. ده فيما أتعلق بالشيناوي ويترشحه لهذه الجائزة وإنجاز كبير جدا مجرد الترشح في الجزئية دي. بالنسبة لحارس مصري وحارس النادي الأهلي. وإن شاء الله أنا أتمنى له يا رب التوفيق دايما. وعندي تفاصيل مهمة قوي عن الشيناوي. هقولها لحضراتكم لاحقا.